خسوف القمر Lunar Eclipse نعم يا سالم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا شكرا لك يا جدي فلم أكن أعرف هذا الأمر ولكن كيف نصلي صلاة الخسوف؟ صلاة الخسوف عبارة عن ركعتين في كل ركعة قراءتان وركعان وسجدتان جدي سالم هل رأيتم القمر؟ إنه يميل إلى اللون الأحمر القاتم إن شكله جميل نعم يا فاطمة إنها ظاهرة خسوف القمر وما خسوف القمر؟ خسوف القمر هو ظاهرة تحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر وتتسبب في إحداث مناطق ظل أحسنت يا سالم وهل هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها خسوف للقمر؟ لا فظاهرة خسوف القمر تحدث منذ قديم الأزل وهل كان الناس يصلون عند رؤية الخسوف مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا فقديما كان الناس يعتقدون أن هذه الظاهرة تحدث بسبب موت أحد العظماء أو غضب السماء من أهل الأرض ومتى تحدث هذه الظاهرة؟ تحدث هذه الظاهرة في منتصف الشهر الهجري إذن سنرى خسوف القمر في منتصف الشهر الهجري القادم بالطبع لا فخسوف القمر يحدث عند محاذاة القمر والأرض والشمس في نقطة تسمى نقطة الاقتران وهذا لا يحدث إلا مرتين في السنة تقريبا ولكن لماذا يشاهد كسوف الشمس أقل من خسوف القمر؟ رغم حدوث كسوف الشمس أكثر من خسوف القمر بسبب صغر ظل القمر الذي يتسبب في كسوف الشمس بينما في خسوف القمر يكون ظل الأرض أكبر بكثير ولذلك يستمر خسوف القمر فترة كبيرة ويسهل مشاهدته بينما يستمر خسوف الشمس فترة صغيرة ويصعب ملاحظته شكرا لك يا جدي وأنت أيضا يا سالم العفو يا ابنتي سأعود لمساعدة أمي في أعمال المطبخ حسنا ولكن سأقوم أولا بتلخيص ما تعلمناه اليوم يمكننا تلخيص ما تعلمناه فيما يلي خسوف القمر هو ظاهرة تحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر في نقطة تسمى نقطة الاقتران وتتسبب في إحداث مناطق ظل وهذا لا يحدث إلا مرتين في السنة تقريبا